هنشودت جات أم معبدي ألا ألا عليك يا أم معبدي أخذت النور وعيشت في النور وأعد في السرور بمرور خير البشر وهما في الطريق وأبو بكر صديقي إلى طريق الهجرة فنزر البشير إلى خيمتي أم معبدي فقال لها البشير صلى الله عليه وسلم فقال لها هل عندك من طعام تبيعيه لنا فقال لها فنزر البشير إلى خيمتي أم معبدي فقال لها ما هذه الشات يا أم معبدي فقالت أم معبدي تخلفها القود عن أختيها فقال لها البشير تأذني لي أنا أحلبها فقالت بأبي وأمي إن كان بها لبنا فاحلبها فسمع الله ومسع الضرع فتقل صلى بنا فقال لها البشير أحضري لي إنان يا أم معبدي فملأ الإنان وسكى القوم آخر وبقى اللبن الكثير ومشي يا يام ضياني في الطريق فجاء زوج الكريم فقال لها ماذا اللبن يا أم معبدي فقالت جاء رجل قصة كيت وكيت فقال لها هذا صاحب كريش يا ليتني كنت معه فأو صاحبه فأسلم في الحالي من غير تردد ولا نكراني فالله الله على أم معبدي والله على أم معبدي وزوجها الكريم والله الله والله الله